بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر مبادئ الاقتصاد في مرحلة الثانوي نظام المسارات وسوف نقوم بدراسة أنواع النظم الاقتصادية لهذا اليوم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما تعودنا سابقاً علم الاقتصاد وهذا المقرر يحتوي على ست وحدات دراسية أولاً مدخل لعلم الاقتصاد ويشمل تعريف الاقتصاد وكذلك علاقة الاقتصاد بالعلوم الأخرى وأيضاً تعريف السلع والخدمات والأسواق ثانياً المشكلة الاقتصادية وهو وحدتنا لهذا اليوم وفي الوحدة الثالث سوف نتعرف على العرض والطلب في الوحدة الرابعة التنمية الاقتصادية والوحدة الخامسة التجارة الدولية وأخيراً الوحدة السادسة سوف تكون عن المشكلات الاقتصادية أهداف هذه الوحدة كما تعرفنا سابقا أولا تعريف الحاجات الإنسانية وتعديد العوامل المحددة للحاجات الإنسانية وكذلك تمييز أنواع الحاجات الإنسانية وكيف يمكن إشباع هذه الحاجات ثم بعد ذلك سوف نتعرف على الموارد الاقتصادية أنواعها وخصائصها وكذلك أيضا بعد ذلك سوف نتعرف على مفهوم المشكلة الاقتصادية وما هي أسبابها وشرح لعناصرها ثم بعد ذلك سوف نتعرف على أنواع النظم الاقتصادية وتعريف النظم الاقتصادية وتحديد وظائف النظام الاقتصادي وأيضا تعرف على مبادئ النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو أحد أنواع النظم الاقتصادية وكذلك النظام الاشتراكي والنظام الإسلامي وكيف يمكن لجميع هذه النظم معالجة المشكلة الاقتصادية وما هي الانتقادات الموجهة لكل نظام من هذه النظم تمهيد المشكلة الاقتصادية وأسبابها وعناصرها موجودة لدى جميع المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة شرقية أو غربية وتختلف المجتمعات فيما بينها في كيفية التصدي لعناصر المشكلة الاقتصادية من خلال ما يسمى بالنظام الاقتصادي فإذن النظام الاقتصادي هو طريقة يرى المجتمع أنها هي الطريقة المناسبة لمعالجة المشكلة الاقتصادية فقد يرى مجتمع أن النظام الرأسمالي هو أنسب الطرق لمعالجة المشكلة الاقتصادية وهناك مجتمعات أخرى ترى أن النظام الاشتراكي هو الأنسب لمعالجة المشكلة الاقتصادية وفي البلدان الإسلامية تعتمد على النظام الإسلامي في معالجة المشكلات الاقتصادية تعريف النظام الاقتصادي هو في جوهره مجموعة من المبادئ مرتكزة على فلسفة معينة أو دين يؤمن به المجتمع والمقصود بأنه دين يؤمن به المجتمع أي يعتقد بأن هذه الطريقة الأنسب لمعالجة المشكلة الاقتصادية وانطلاقا من هذه المبادئ توجد آلية لتسيير النشاط الاقتصادي في المجتمع في مجالات الإنتاج والاستهلاك وكذلك التوزيع فالنظام الاقتصادي يحده إطار فلسفي يبين أهداف النظام وقد يكون وضعيا بشريا أو يكون معتمدا على شرعية سماوية أما المبادئ فهي المحتوى الفكري للنظام الاقتصادي وتبين الأركان التي يقوم عليها أما الآلية فهي صياغة للعلاقات بين عناصر الإنتاج المختلفة في ضوء الإطار الفلسفي أو المذهب الفكري المتبع أما وظائف النظام الاقتصادي إن دور النظام الاقتصادي في المجتمع هو القيام بالوظائف التالية أولا أن يقوم ببيان الطريقة التي يحدد بها المجتمع احتياجاته فهو الطريقة التي يحدد بها المجتمع احتياجاته من مختلف السلع والخدمات من حيث الكمية وكذلك النوع مع وضع آلية لترتيبها وإنفاقها وفقا لأهميتها النسبية وهذه إجابة لسؤال ماذا ننتج ثانيا تحديد خصائص المشروعات التي تتولى الأنشطة الإنتاجية في المجتمع وكيفية تلبية احتياجات المجتمع وبأي وسائل فنية وهذه إجابة كيف ننتج ثالثا وضع معايير لتوزيع ناتج النشاط الاقتصادي على المشاركين في الإنتاج بما يضمن استقرار المجتمع واستمرار النمو الاقتصادي وهذه هي إجابة سؤال لمن ننتج أنواع النظم الاقتصادية كما ذكرنا سابقا يشهد العالم تجاذب نظامين وضعيين هما النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي أو المسج بينهما بحيث قد يكون هناك بعض القطاعات تعتمد على النظام الرأسمالي بحيث هناك حرية للأفراد في تملك وسائل الإنتاج وكذلك الاستهلاك وقد تكون في بعض المنظمات في هذه المجتمعات يتم إدارتها من قبل الدولة ويكون هناك نظام مركزي للقيام بتقديم هذه السلع والخدمات فكذلك يوجد النظام الاقتصادي الإسلامي الذي انبثق من مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة أما النظام الذي يختار أي مجتمع فعليا فهو يتوقف على عقيدة المجتمع وتكوينه الاجتماعي والثقافي فضلا عن الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة به فهي المكونات لاتخاذ القرار بأي نظم الاقتصادية التي يتم اتباعها فإذا أنواع النظم الاقتصادية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية أولا النظام الرأسمالي ثانيا النظام الاشتراكي وثالثا النظام الإسلامي نبدأ أولا بالنظام الاقتصادي الرأسمالي وهذا النظام ساد منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي إلى أواخر القرن العشرين الميلادي وأبرز الدول التي طبقته الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية واليابان والركيز الأساسية لهذا النظام هي المذهب الفردي الحر بمعنى تملك الأفراد لوسائل الإنتاج وتملكهم للمصانع وتملكهم للمزارع وتملكهم لتقديم الخدمات كذلك أيضا على سبيل المثال تقديم الخدمات التعليمية تقديم الخدمات الصحية من قبل القطاع الخاص ومن قبل الأفراد فهناك فردية أو ملكية للأفراد لتملك جميع عناصر الإنتاج ومنه تنبثق المبادئ الآتية أولا الحرية الاقتصادية ثانيا الملكية الخاصة ثالثا المنافسة الكاملة ورابعا المصلحة الخاصة أولا الحرية الاقتصادية ففي النظام الاقتصادي الرأسمالي للأفراد الحرية التامة في ممارسة النشاط الاقتصادي بدون تدخل من الدولة وذلك يتضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يزاوله أو اختيار عدم العمل وحرية المنتج في تحديد نوعية وكمية السلع فالمنتج يقصد فيه في الاقتصاد هو إما أن يكون قطاع خاص شركات أو منتجات أو مزارعين أو أصحاب مزارع أو خلافه فهذا هو المقصود بالمنتجين والسبب في ذلك أن البعض الطلاب قد يتساءل ما هو المقصود بالمنتجين فإذن المنتجين هو الذين يقومون بإنتاج السلع وتقديم الخدمات التي يقوم بإنتاجها فهو حرية المنتج في تحديد نوعية وكمية السلع التي يقوم بإنتاجها أو التوقف عن الإنتاج تماما وكذلك حرية المستهلك في التصرف في دخله حيث يشتري ما يشاء من السوق ثانيا الملكية الخاصة فأغلب وسائل الإنتاج في نظام الاقتصادي الرأسمالي مملوك للأفراد وليس للحكومة فالقطاع الخاص يملك ويدير المصانع والمزارع كما ذكرنا سابقا وكذلك مرافق النقل والأنشطة التجارية بكافة أنواعها أما دور الدولة فهي الحماية للملكية الخاصة من خلال سن القوانين التي تكفل حرية التملك ونظم نقل الملكية والالتزام بوظائف الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن الداخلي وتطبيق العدالة ثالثا المنافسة الكاملة وهذا المبدأ من المبادئ النظرية في النظام الرأسمالي حيث يفترض أن الأسواق للسلع والخدمات النهائية وأسواق خدمات عناصر الإنتاج تتمتع بالمنافسة الكاملة وبالتالي تكون الأسعار السائدة هي أقل الأسعار ومواصفات السلعة عالية الجودة ومتجانسة لكن المنافسة تتطلب شروطا إذا توفرت يقال أن النظام السائد هو نظام السوق الحر والشروط هي كالتالي أولا وجود عدد كبير من البائعين والمشترين وذلك يضمن حرية الدخول والخروج من السوق والعلم التام بأحوال السوق ويقصد بذلك توفر المعلومات الكافية بالكمية والنوعية للسلع والخدمات التي يحتاجها هذه الأسواق وبالتالي يستطيع المنتجون إنتاج هذه الكميات التي يتم من خلالها تلبية الاحتياجات في الأسواق المصلحة الخاصة فلكل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة وإذا تحقق ذلك لكل فرد على حدة فإن هذا يؤدي في النهاية إلى تحقيق مصلحة المجتمع ككل ويسعى المستهلك إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن ومنفعة من دخل بشراء السلع التي تلبي احتياجاته أما العامل فهو يسعى إلى أكبر أجر ممكن مقابل عملي فيعمل في المنشأة التي تتيح له ذلك كذلك يسعى المنتج لتحقيق أقصى ربح ممكن من مشروعه الخاص وليس يحقق ذلك عليها أن ينتج ما يلبي احتياجات المستهلكين حتى يحصل على أكبر إرادات ممكنة فإذن هناك تحقيق مصلحة للمستهلك فالمستهلك يسعى إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن وكذلك العامل يسعى إلى الحصول على أكبر أجر ممكن والمنتج أيضا يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن فإذن في النظام الاقتصادي الرأسمالي هناك المصلحة هي التي تحرك هذا النظام فالجميع يسعى إلى تحقيق مصالح وبالتالي يكون هناك نشاط وحركة في عناصر الإنتاج المختلفة أما انتقادات النظام الرأسمالي فحقق النظام الرأسمالي درجات من الرخاء المادي في كثير من الدول التي طبقته كما أنه الحاض لكثير من الاختراعات والتطورات المادية في حياة البشرية خلال المائتي سنة الأخيرة إلا أنه تعرض لانتقادات أساسية أهمها ما يلي أولا تقديس الملكية الفردية أو الملكية الخاصة وحرية التصرف فيها تؤدي إلى سوء توزيع الدخل وإهدار الثروات وتفاكم حدة الصراع بين طبقات المجتمع مما يهدد بالاستقرار الاجتماعي ثانيا في ظل الرأسمالية تنمو المشروعات الخاصة حتى تصبح قوة احتكارية كبرى تتحكم في السوق وتضر برفاهية المجتمع فكما تعلمنا سابقا أن الاحتكار قد يكون سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وبالتالي الإضرار بالأسعار والمجتمع بشكل عام ثالثا المصلحة الخاصة لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق المصلحة العامة بل قد تتعارض معها فالمنتج الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح قد يستخدم طرقا إنتاجية تلوث البيئة وتضر بالمجتمع فإذا في النظام الاقتصادي الرأسمالي قد يسعى المنتجون إلى تحقيق أقصى ربح ممكن على حساب بعض الجوانب المختلفة التي قد تكون لها اضرار على هذا المجتمع نأتي بعد ذلك إلى النظام الاقتصادي الاشتراكي وطرح الفكرة الاشتراكي نظريا في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة تراكم مظالم وأخطاء النظام الرأسمالي ولكن النظام الاشتراكي لم يطبق فعليا إلا في دولة الاتحاد السوفيتي عقب الحرب العالمية الأولى ثم انتشر بعد ذلك في أوروبا الشرقية والصين وفتنام وكوريا الشمالية وكوبا وغيرها ويقوم النظام الاقتصادي الاشتراكي على المذهب الجماعي ومنه تنبثق المبادئ الآتية مبادئ النظام الاقتصادي الاشتراكي أولا تدخل الدولة في الاقتصاد ثانيا الملكية العامة ثالثا التخطيط المركزي ورابعا المصلحة العامة والمقصود بالملكية العامة بمعنى أن الدولة هي التي تمتلك عناصر الانتاج وكذلك المصلحة العامة هي المحرك الرئيسي للانتاج وتوفير السلع والخدمات أولا تدخل الدولة في الاقتصاد تتدخل الدولة في جوانب النشاط الاقتصادي في النظام الاشتراكي كافة فلا توجد حرية عمل ولا حرية انتاج ولا حرية استهلاك بل تكون الدولة مسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية كافة ثانيا الملكية العامة أغلب وسائل الانتاج مملوكة للدولة ولا يسمح للقطاع الخاص بتملك وسائل الانتاج إلا في أضيق الحدود ولذلك يقرر هذا النظام تأميم الملكيات الخاصة والمقصود بتأميم الملكيات الخاصة تحويلها من الأفراد إلى الدولة أو الملكية العامة وتحويلها إلى ملكيات عامة لتحقيق عدالة التوزيع وبهذا يكون المشروع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي أو النشاط الانتاجي في الاقتصاد ثالثا التخطيط المركزي فجهاز التخطيط في الدولة هيئة مركزية عليا تضع خطة قومية شاملة وفيها يتم تحديد أهداف النشاط الاقتصادي والأساليب اللازمة لتحقيق الأهداف بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة فإذن من يحدد الكمية والنوع وما هي كمية السلع التي يتم عرضها بالأسواق وكذلك نوع هذه السلع فهو الجهاز المركزي في الدولة مع إلزام جميع مؤسسات الدولة بتحقيق أهداف الخطة من خلال الأساليب المحددة بالخطة خلال فترة معينة رابعا المصلحة العامة فالنظام الاشتراكي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع لذلك فإن موارد المجتمع قد توجه لإنتاج سلع ذات معدل ربحية منخفضة ولأنها سلع ضرورية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع وهكذا في المصلحة العامة هي المحرك الرئيسي وذلك يختلف عن النظام الرأسمالي الذي يسعى إلى تحقيق الربحية فأما في النظام الاشتراكي فهو يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وهكذا في المصلحة العامة هي المحرك الرئيسي لتوظيف الموارد الاقتصادية في المجتمع وليست المصلحة الخاصة انتقادات النظام الاشتراكي من بداية التسعينات في القرن العشرين انهارت التجربة الاشتراكية مع تفكك الاتحاد السوفيتي وتحولت دول شرق أوروبا إلى الكتلة الغربية كما تحولت كثير من الدول الاشتراكية بدرجة أو أخرى إلى نموذج قريب من النظام الرأسمالي ومن أهم عوامل فشل النظام الاشتراكي ما يلي وهي انتقادات النظام الاشتراكي أولا حرمان المستهلكين من حقهم في اختيار السلع التي تناسب رغباتهم وإلزامهم بأنواع نمطية من السلع والخدمات حسب رؤية القائمين على جهاز التخطيط في الدولة ثانيا حرمان الأفراد من تملك وسائل الإنتاج وإقامة المشروعات الخاصة وهذا قد لا يتفق مع الفطرة البشرية السوية وينتج عنه الإحباط وعدم وجود حافظ شخصي لإيجادة العمل فالمقصود حرمان الأفراد من تملك وسائل الإنتاج بمعنى أن الأفراد ليس لهم الحقية في تملك إما المصانع أو المزارع أو حتى وسائل التجارة المختلفة فالدولة هي التي تقوم بتنظيم هذه الأعمال كاملة وهي التي تقوم بهذا الدور وهذا كما ذكرنا ينتج عنه الإحباط وعدم وجود حافظ شخصي لإيجادة العمل ثالثا كثيرا ما نشأ عن سوء تقدير كميات الإنتاج حدوث فائض كبير من بعض السلع في بعض السنوات وعز شديد من سلع أخرى مما أدى إلى حدوث أزمات في السلع الاستهلاكية وذلك بسبب قد يكون عدم قدرة التخطيط الجيد للمستقبل عما هو الكميات التي تحتاجها الأسواق لهذا المجتمع فقد يكون هناك إما فائض أو قد يحدث أحيانا عز شديد من السلع والخدمات أربعة حدوث تفاوت كبير في توزيع الدخل حيث عانى معظم أفراد المجتمع من الدخول المنخفضة بينما تمتعت الشخصيات القيادية في الحزب الاشتراكي وأعضاء الحكومة بالدخول العالي ومستوى المعيشة المرتفع نأتي إلى النوع الثالث من أنواع النظم الاقتصادية وهو النظام الاقتصادي الإسلامي وجاءت الشريعة الإسلامية بمنهج كامل للحياة يضمن سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة ويستمد النظام الاقتصادي الإسلامي مبادئه من القرآن والسنة واجتهادات كبار علماء الإسلام قديما في مجالات المعاملات وحديثا في مجال الاقتصاد الإسلامي أما الجانب التطبيقي فهو النموذج العملي لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في الدولة الإسلامية منذ العصر النبوي وعلى مر العصور ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي ما يلي أولا الإيمان بالله واليوم الآخر ثانيا الوسطية هو التوازن ثالثا التكامل رابعا الملكية الخاصة وكذلك أيضا الملكية العامة فهو قد يجمع بين النظام الاشتراكي والرأسمالي في ما يتعلق بالملكية فالنظام الرأسمالي كما ذكرنا يعتمد على الملكية الخاصة أما في النظام الاشتراكي يعتمد على الملكية العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي يكون هناك دمج بين الملكية الخاصة والملكية العامة خامسا الحرية المنضبطة أولا الإيمان بالله اليوم الآخر في عقيدة الإسلام الله سبحانه وتعالى هو مالك الكون كله أما ملكية الإنسان فهي ملكية استخلاف بغرض إعمار الكون قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير كما أن الرزق والأجل مكتبان ومقدران فسلوك المسلم في نشاطه الاقتصادي جزء من إيمانه قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ودور المسلم عبادة الله وعمارة الأرض وشاهد على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كذلك فإن معاملات المسلم مع الآخرين في المجتمع ليست مبنية على الانتهازية والاستغلال فالشاهد على ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فالإيمان باليوم الآخر يعني أن النشاط الاقتصادي مثل أي نشاط آخر سيكون محل محاسبة في الآخرة لذلك فالمسلم منضبط في سلوك بما أحل الله ويتجنب المحرمات وبذلك فهو يحقق الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة وشاهد على ذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثانيا الوسطية هو التوازن فمبدأ الوسطية يعني العدل والاعتدال في كل شأن وشاهد على ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة ففي النظام الاقتصادي الإسلامي هناك اعتدال في الاستهلاك وشاهد على ذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وهناك أيضا توازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة لتشجيع الحافز الفردي وفي نفس الوقت مراعاة حقوق جماعة المسلمين فإذا هناك تحقيق لمصلحة المجتمع وكذلك أيضا تحفيز للأفراد للإنتاج والعمل أما الحرية الفردية فهي مقيدة بضوابط أخلاقية مع مراعاة حقوق الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرراء ولا ضرار وكذلك تسهم بعض المؤسسات في النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق هذا التوازن فالزكاة تأخذ من القادرين وتعطى إلى غير القادرين والوقف يسهم في تحقيق مصالح عامة معتبرة ودور المحتسب في مراقبة الأسواق يضمن استمرار مراعاة التوازن بين مصالح الأفراد وكذلك المصلحة الجماعية أو المصلحة الاجتماعية ثالثا التكامل فالاقتصاد الإسلامي جزء من شريعة فهو يتبادل التأثير مع الأبعاد الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية فإذا كانت النظم الاقتصادية الوضعية تهتم بتحقيق الإشباع المادي للإنسان وتفضل الأخلاق عن السلوك الاقتصادي فالنظام الاقتصادي الإسلامي يضمن الترابط والتكامل بين الجانبين المادي والأخلاقي للإنسان فالزكاة مثلا تنظيم اقتصادي لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة في توزيع الدخل ولكنها في الوقت نفسه تطهر النفس المزكي من الشح والبخل فضلا عن أنها أحد أركان الإسلام فأي سعي للإنسان يثاب عليه الإنسان إذا نوى بذلك طلب مرضات الله والتعفف عن سؤال الناس حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياءا ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان وهكذا فالارتباط بين الجانبين الأخلاقي والاقتصادي يولد في النفس شعور بالمسؤولية أمام الله من ثم فهناك رقابة ذاتية على المعاملات وهذا يحقق نتائج أفضل للاقتصاد مما لو اعتمد فقط على الرقابة الخارجية مثل الحسبة والقضاء أربعة الملكية الخاصة والملكية العامة في إطار التكامل أيضا يجمع النظام الإسلامي بين الملكية العامة والملكية الخاصة كما ذكرنا سابقا على نحو فريد يعطي النظام الاقتصادي الإسلامي مساحة كبيرة للملكية الخاصة ويقر حرية التصرف في الملكية بالمعاملات المباحة مثل البيع والإجارة والرهن وغيرها ويحمي الملكية الخاصة بحد السرقة وغير ذلك من التشريعات أما الملكية العامة فهي الأصل في المرافق الأساسية مثل الطرق والجسور والسدود وما يمثل منفعة عامة للمجتمع والناس وهذا تملكها الدولة كذلك هناك نمط آخر من التملك يقرره النظام الاقتصاد الإسلامي وهو الأوقاف الخيرية وهي الأموال التي تنتقل ممكيتها من أصحابها لتكون وقفا لمصالح عامة مثل تمويل صيانة المساجد ودور العلم أخيرا خامسا الحرية المنضبطة يتيح النظام الاقتصادي الإسلامي للفرد حرية التصرف في أنشطة الاستثمار والإنتاج والاستهلاك مع ضبط هذه الحرية بتجنب التعاملات المنتجات المحرمة مثل الخمر ولحم الخنزير وكذلك الامتناع عن التصرفات المحرمة مثل الربا والميسر والاحتكار والغش وبيوع الغرر وغير ذلك مما في ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل وبهذا انتهى درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته